سلام مرحبا بكم الابنات ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير وصحتكم بخير جيتكم اليوم بالفيديو مشكلة ليوقل اغلبية الخياطات والابنات اللي يتعلموا في الخياطة واللي هو تشابكت على الخيط اسفل القماش يعني من الفوق الخيط يعد مليح ومخيط نورمال تقلبي القماش من تحت تلقيه مخبل ولا مشبك يعني كل واحده وكيفه يسميوها انا هنا راح نعطيكم الحل اللي جربته قدهن مرة واللي ينقذني سراحة يعني بلا من نديها للمسلح نتع الخياطة يعني هذ المشكل نحله وحدي احنا اول حاجة نقولها لكم كيوعد الخيط مشبق من تحت لبنات يعني المشكلة راهي في الاطنسيون يعني المشكلة راه والفوق يعني الكانت متعك راهي مريقلا انا هنا راح نوري لكم الكانت او البرت كانت كفهن راح نركبها بالشكل صحيح تلاحظوا هنا انه فيها زوج بولونات صغار ولا كفهه تقولوا لهم هذوك البولونات الصغار هما اللي نزيروا بهم الخيط ولا نرخيوه كما راكم تشوفوا هذو هما تتأكدوا من انه البولونات متعكم مزيرين وتتأكدوا ثاني من الخيط كتركبوا للكانات متعكم تجبدوا الخيط وتشوفوا اذا راهوا حسيتوه مرخوف ياسر تزيروا اذا حسيتوه مزير ياسر انه ميفوتش ولا كتخيطوا به يتجيكم الخياطة نتاعكم القماش يتكمش اعرفوا هنا بلي راهي مزيرها ياسر ماذا بكم ترخيوها هنا المشكلة تاعنا الاساسي هو في الاطنسيون هذي هال البلاسة اللي راهي الفوق كما تشوفوه راني نحل فيها راح نفككها القطع انتاحها راح نجبدهم كما قدكم البنات المشكلة يقعد عندك في الخياطة نتاعك اسفل القماش يعني المشكلة هو في الخيط الفوقاني في الاطنسيون الاطنسيون هي اللي راهي مرخوفة كما تشوفو عندنا هذك الرسور هذك هو اللي راح يكون فيه المشكلة انتوما هنا ممكن من الاستعمال الدائم وديما تزيروا تزيروا البلاسة هذيك البلونة هذيك تزيروها ياسر حتى هذا الرسور ميعدش يخدم خدمته انتوما هنا راح تجبدوه شوية كما راني ندير هنا هنا على الاقل يتطلق مليح يزيد تطلقو فيه مليح من بعد اتردوه انا هنا راح نرجع القطع كما كانت راني وريت لكم في بداية الفيديو كيفها زيرتها وكانت الخياطة مش بكمل تحت من بعد عاودت ريقلت الرسور كما تشوفو هنا اذوك راح نرد نبدأ نزير بشوي شتو ذيك البلونة اللي راني نزير فيها انا هنا ما نبقاش نزير فيها حتى الاخير لا لا تدروها نص نص اذوك تشوفو مع الصورة ان شاء الله يكون واضح برك من الاضاءة تشوفو هنا انو البلون ما زيرتوش حتى الاخير حتى ان يخرج هذاك الحديد اللي راهو في النص لا ماذا بيكم يجو في هذه البلونة يجي في النص انتاحها انا هنا راح نعاود نخيط لكم هنا تقطع لي الخيط راح نعاود نبدأ الخياطة كان بعض المشاكل اللي بنات في الخياطة ما يحتاجوش الى مصلح وكان ياسر اخواتي عنهم المشكلة هذه انا المهم هنا وردت لكم الطريقة على الماكنة الصناعية اما الماكنة الاخرى للاسف انا ما عنديش عندي غير نوعية هذي اللي نخدم عليها وراهي سنوات وهي عندي تقريب خمس سنين هي معايا هذه الماشينة شوفو هنا الخياطة كيفها ذكجة مريقلة على الخياطة الاولى اللي كانت مشبكة كما قلت لكم كي يقعد الخياطة مشبكة من تحت صافي المشكلة تاعكم راهي في لاتونسيو ماهيش في الكانات وهنا كيتواجهكم ثاني مشكلة اخرى واللي هي كيتخيطوا كل اشتاعكم يقعد مريقل بس احلق ما اشتاعكم يتكمش هنا لازم ترجعوا الى كانات متاعكم وترخيو شوية في البورت كانات في البولونات هذوك اللي وريتلكم ان شاء الله الليبنات تعودوا استفدتوا من المعلومة هذه اللي اعطيتها لكم وتجربوها هذه حالة ملحادات يعني اللي يقعوا فيها كامل للخياطات وللبنات المبتدئات في الخياطة هذا كان الحل بالنسبة لماكنة الخياطة الصناعية نشكركم الليبنات على المتابعة تعكم وان شاء الله تستفيدوا شوفوا هنا ثاني اراني وريتلكم كفاه البولون تاعي جاي مهوش خارج على برة جاي في النص منتاع البولون